قتل ستة عشر من مرتزقة الرياض بغارة لطيران السعودي سدفت فندقا في مدينة تعز تزامنا مع اقتحامه من قبل مرتزقة العدوان لنهب محتويته ونقل مرسلنا عن مصادر محلية أن طيران المعادي سدف الفندق بعدد من الغارات قبل أن يقدم مرتزقته على نهبه تزامنا مع غارات لاحقة وأفاد بأن طيران العدوان السعودي نفذ أكثر من خمس عشرة غارة على مناطق مختلفة من مدينة تعز من بينها منطقة المرور والسوق الزنقل وبارباشة والحصب وتبة وادي الدحي ومواقع أخرى